في الحياة بنقابل ناس وناس وقالوا في المثل الناس معادن فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس هنقابل كل يوم نوع من الناس ناس دهب وناس تانية لها العجب ناس زي الفل بتحب الخير للكل ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب ناس لئيمة البعد عنها غنيمة وناس رأية من النوع الفاخر وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمر الليسي في كلمة وردغطها صاحبنا ده مشهور جدا في الشركة انه ايه غمدور غمدور به المتغندر مد من الرشاق والأناقة والوسامة والغريب بقى انه ده الشخص الوحيد اللي انا بعرفه مهتم جدا بعمليات التجميل اول الله عمليات التجميل ما تستغربوش الاخ بيهتم بكل عمليات شفط الدهون والتخسيس واخفاء التجعيد وزرع الشعر وإزالة الكرش الكرش مزعج جدا جدا يا عمر ده مش بس منظر وعيش والعزو لا 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 بيجيب المرض يا أخويا سمنه وكلسترول وضغط وسكر ولا حتى بقى عرفه أطلع سلال من بيتنا في الضور التاني ثم انت منطرد ليه يا الرشاقة ان الله جميل ونحبه الجمال يا أخي وإذا كان معاك قرش اتخلص من الكرش يرونك حينو حينو صحينو وبيقولوا برضو يا سي زيزو اللي معاه قرش محيرو يجيب بي حمامو ويطيرو ومش معقول يعني كل شهرين ثلاثة تروح لجراح تجميل عشان يعملك حزام معدى ولا تصغير معدى ولا تكميم معدى ولا بلونة في المعدة وكل ده عشان شكل كرش سيادتك مضيقك ما تبطل يا أخي المم والهم اقفل بققك شوية وبطل رمراما واكل شوارع ساعتها الكرش هيروح من نفسه مش كل شوية نسأل عليك في الشركة عب عزيز غايب ليه يقولوا في عيادة في الشرابية بيعمل شفط دهون والاسبوع اللي بعده نسأل يقولوا ده زيزو راح يزرع شعر في صلعته شفط دهون وزرع شعر وإزالت الكرش مرتين في السنة والله يعيب عليك يا زيزو ما يصحش تعمل كده وإنت في السن ده أولا سن إيه اللي إنت بتتكلم عليه ده أنا في شرخ الشباب زي ما بيقولوا هاسي عم سماية التجميل اللي في الشرابية دي أنا كل عملياتي ودوني بعملها في بيروت في بيروت مش في الشرابية ماشي عم غندور ومتغندر الشرابية ولا بيروت أهو كله تضيع وقته وفلوس وبعدين يا سيدي تشيل الكرش قلنا ماشي إنما إيه بقى حكاية التجاعد دي تشيلها ليه ده كل سنه وليه وقاره يا راجل يا شايب يا عايب يا بتاع بيروت تجاعد يا عم عمر تجاعد إيه حيلك حيلك يا الإشعاعات وصلت لحد كده كمان يا ناس يا ناس يا شرق فايا قرر يا بقى يا سيدي كتحملية كيس دهني صغيرة كده في الرقبة الدكتور قال لي شيل اللغة بالمر اللغة بصراحة كان مدايقني في الصور اللي بحطها على فيسبوك فقلت شيل يا فادي واحد شاهدان وزيدي انت مالك ناس حشرية صحيح عووزوا بالله فعلا ناس حشرية وبتدخل في اللي ملهاش فيه بس الناس دي بتستغرب لما كل شوية بتيجي تطلب صلفة يا عزيز من الشركة عشان تدفع قصات مدارس ولادك الناس بتستغرب لما يكون بيتك واعيالك محتاجين الفلوس وانت عمال تبرم وتصرف اللغة كل قدامك على حاجات غير ضرورية بترضي بها غرور سيادتك وبتصرفها لمؤاخذة على كرشك وصلعتك عيب يا عبا عزيز عيب يا اخويا عيب ده اللي يعوز البيت يحرم على الجامعة يا عزيزو فما بالك انت بقى بعملات التجميل وبيروت بيروت يا راجل خلاص بقى يا عمر ما تسيح ليش بقى اخي انت كده حتجرزني وتفرج عليش جركة وعشان ايه يعني يا الله عشان حيت تكرش ولوض لا راح ولا جيه خلاص بقى مص انا قررت اعمل دايت وهعمل اشتراك في الجيم وانا عرفت حيت الجيم جديد بقى في قتل عنين ايه هيخلصوك من كرشك في قسمه ازوه واحد او الله العظيم ازوه وتقول وداعن ايه الكرش اه ايه رأيك اعبلك اشترك معي لا يا سيدي مش عايز اشترك انا كده كويس حض الله بيني وبينك يا زيزو يا غندور عاوز تجرجرني معاك مرة جيم ومرة مساج ومرة حمام طين متقيم بستين نيلة دي قصة طويلة لما بتنتهيش يا زيزو ومعظمها موضة وفشخرة كدابة وانت لو بتشتكي من حاجة روح لدكتور يا عام روح يعمل عليك طبيعي روح لخبير تغزية يقولك تاكل ايه وكرشك اللي قدامك ده تخلص منه ازاي مش كل شوية شفت وكل شوية حزام وبلونة في المعدة حرام عليك يا راجل ومش حرامه بس دعيب عليك في السن ده يطلع منك كل ده تعمل ايه يا زيزو في كل ده تاني تاني بتقولي السن تاني يا عام ما برضو خايف اخوها الهمر بيجري والشباب بيروح خايف اعجز بها تنعمورة دي الشي بعيبة يا اخي الكلام ده غلط وستين غلط كمان يا عب عزيز ده كل سن ودي جمال واراجل بيقمته ووقاره انت ايه عاوز الناس تقول زيزو كبر وتجنن وقال لي ايه بزمتكم ده تقولولو ايه وتتصرفوا معاه ازاي بحطولي تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمر الليسي حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم حنتكلم عنها بكلمة ورد غطاها ولغاية ما نتقابل تاني اسبكم في امان الله كلمة ورد غطاها دكتور عمر الليسي الكاتب الصحفي محمد الشبه اداء الفنان احمد صيام اخراج تامر حسني اشتركوا في القناة